تأيّدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم فرضية وارسو بأن الصاروخ الذي سقط داخل بولندا أطلقته القوات الأوكرانية لكن واشنطن ألقت باللوم على موسكو في الحادث هذا بينما نقلت وكالة انترفاكس يوكراين للأنباء عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زلينسكي قوله إنه ليس لديه شك في أن الانفجار الذي أسقط قتلين في بولندا لم يكن بسبب صاروخ أوكراني قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يانيس تولتنبرغ إن المرجح أن صاروخا أطلقه الدفاع الجوي الأوكراني تسبب في انفجار وقع في بولندا أمس الثلاثاء لكن روسيا تتحمل المسؤولية النهائية عن الانفجار لأنها هي التي بدأت الحرب وفدت وكالة سبوتنيك بأن وزارة الخارجية الروسية استدعت اليوم سفيرة بولندا بشأن ما وصفته بحادثات الصاروخ الذي سقط على الأراضي البولندية أمس وكان رئيس وزراء بولندا قال في وقت سابق إن بلاده ستعزز وجودها ووجود القوات الجوية لحلف الشمالي الأطلسي على الحدود الشرقية بعد سقوط الصاروخ على منطقة حدودية أمس من جهته قال الأمين العام لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف إن كييف طلبت السماح لممثلين عن وزارة الدفاع وحرس الحدود بالوصول الفوري إلى موقع انفجار صاروخ في بولندا أعرب رئيس الفرنسي إمانويل ماكرون اليوم عن أمله في أن تلعب الصين حليفة روسيا دورة وساطة أكبر في الملف الأوكراني واعتبر ماكرون في ختم قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا أن هناك مساحة تلاقن بما في ذلك مع القوى الناشئة الكبيرة الصين والهند لدفع روسيا إلى خفض تصعيد مضيفا أنه على روسيا سماع الرسالة التي بعثتها إليها الأسرة الدولية المجتمعة في إندونيسيا والعودة إلى طاولة المفاوضات كما ناقش ماكرون مع الرئيس الصيني شي جينينج زيارة من حيث المبدأ إلى الصين مطلع عام 2023 هذه التطورات نناقشها مع ضيفينا من واشنطن الخبير في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية إيهاب عباس ومن موسكو المحلل السياسي ديمتري بريتش أهلا بكم معنا في الأخبار الليلة على شاشة الحداث أبدأ مع ضيفي من واشنطن تأكيد من جديد أستاذ إيهاب بأنه طبعا من الجانب الأوكراني ومن جانب الرئيس الأوكراني تحديدا أنه الصاروخ الذي سقط ببولندا هو ليس أوكرانيا بوقت أنه الولايات المتحدة سارعت إلى القول أنه أوكراني ويعني سارعت للملمة الموضوع لعدم تطور الأمور إلى مشهد آخر بعد دخول بولندا على الخط ما الذي يحصل فعليا؟ لماذا زيلنسكي مصر على تصويب كلام الولايات المتحدة؟ ومن المحاق؟ أهلا بحضرتك وأهلا بضيفك وبكل المشاهدين الولايات المتحدة في الواقع تصرفت بعقلانية تامة ورد فعلها كان من وجهة نظري ممتازا وفي الصميم هي لم تنساق وراء تصريحات سواء الأوكرانية أو بعض أدول البلطيك التي أكدت أن هذا الصاروخ روسي وأنه أطلق من روسيا عمدا وأنه لا مجال لأن يكون قد أخطأ مساره داخل الأراضي الأوكرانية وزارة الدفاع الأمريكية والبيت الأبيض ووزارة الخارجية جميعهم اتفقوا على أن لا يكون هناك أي تصعيد من جانب الولايات المتحدة ولا من القوى الغربية وفي هذا الإطار يهم هنا موقف الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وليس موقف نعم وطبعا النيتو وليس موقف الدول الأخرى يعني الدول البلطيك التي سرعت بإبداء مخاوفها بس نحن نتحدث عن موقف أوكرانيا يعني الطرف الأساسي بهذه الحرب نحن لا نتحدث عن موقف دول البلطيك هنا نعم لا أنا أتحدث عن الزخم الذي حصل في الدقائق الأولى بعد أطلق هذا الصاروخ بطبعا أوكرانيا اتهمت روسيا مباشرة بأن هذا الصاروخ يأتي من أوكرانيا يأتي من روسيا وأن أوكرانيا يعني حتى زلينسكي حذر الغرب ويعني قال كلام كثير في هذا الإطار بدا فيه كما أنه لو يحرض القوى الغربية على الدخول مع روسيا في حرب مباشرة حتى الآن اليوم أعتقد زلينسكي في موقف حرج لأن كل الاتهامات التي وجهها لموسكو القوى الغربية الكبرى تؤكد أنها غير صحيحة وأضحضتها جميعا حتى أنه من قال أن هذا الصاروخ من طراز S-300 روسيا الصونة صحيح لكن استخدام للقوات الأوكرانية فأعتقد أن إنجاز التعبير أن نحن كنا أمام بروفا على الهواء مباشرة لاحتمالية اندلاع حرب عالمية ثالثة لكن العقلاء من الطرفين في الواقع الكبار لملموا الأمور بشكل مناسب والتحقيقات ما زالت مستمرة طيب أذهب إلى سيد ديمتري هل يكفي اليوم الرد الأمريكي وحتى الرد الذي أتى من جانب النيتو بفعلا تبرئ روسيا تبرئة روسيا والقول بأنها غير مذنبة هل هذا كاف بالنسبة لروسيا الآن أو لا نعم مساء الخير تحياتي لكم والأستاذ المشاهدين أعتقد من الواضح بأن محاولات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إقهام روسيا في حرب مباشرة مع الحلف الشمال الأطلسي فشلت بالتصريحات الرسمية من وزارة الدفاع الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية وحتى الدول الأوروبية وأعتقد بأن كان هناك محاولة منذ بعد سقوط الصاروخين على الأراضي البولندية من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي باتهام روسيا بأنها متورطة في استهداف الأراضي البولندية وبأن يجب أن يقدم الدول الأوروبية والحلف الشمال الأطلسي مزيدا من الدعم لأوكرانيا وهو حاول أن يستفيد من الأزمة التي كانت موجودة يذكرنا كثيرا بما حدث في الطائرة التي سقطت في الماضي والاتهامات المتبادلة التي رأيناها بين روسيا وأوكرانيا والآن يتكرر نفس الشيء ولكن بموضوع استهداف دول دولة هي عضوة في حلف الشمال الأطلسي وهي محاولة لإقحام روسيا في حرب مباشرة مع الحلف الشمال الأطلسي ومحاولة للضغط على روسيا ومحاولة من الطرف الأوكراني ومن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن يحصل على دعم دولي من قبل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ولذلك حاول في الساعات الأولى اتهام روسيا بأنها متورطة باستهداف الأراضي البولندية بس روسيا سيد ديمتري اكتفت بهذا الموضوع هل يمكن اعتبار أن هذا الموضوع انتهى بالنسبة لروسيا أو لا باختصار لأن أريد أن أتوقف عند العجل الذي نراه الآن لا أعتقد بأن روسيا ستكتفي بكل تأجيد الآن المحاولات للضغط في ساعات الأولى روسيا استنكرت هذا الاستهداف وروسيا قالت بأنها ليست متورطة وليس لها يد في الاستهداف أذهب إلى ضيفنا من واشنطن أستاذ إيهاب رئيس الأركان الأمريكي الآن كنا ننقل خبرا عاجلا عنه يقول أن إزاحة أوكرانيا للقوات الروسية بالكامل هو احتمال ضعيف لفت جدا هذا الكلام من دولة يفترض أنها تقدم كل الدعم الممكن لإزاحة القوات الروسية من أوكرانيا ماذا يعني هذا الموضوع؟ طيب نحن أمام ثلاثة معطيات هنا المعطى الأول من الذي قال هذا الكلام؟ إنه الجنرال مارك ميلي رئيس الأركان الأمريكية ورئيس الأركان الأمريكية في الواقع له موقف من هذه الحرب خلال الأسبوع الخليل الماضية بأنه دعا الإدارة الأمريكية لمحاولة إيجاد فرص لإجلاس الطرفين إلى طولة التفاوض المعطى الثاني هو أن بالفعل لا يمكن أن تقارن القوة العسكرية الأوكرانية بالقوة الروسية العسكرية أيضا حتى لو قامت الولايات المتحدة بإعطاء هذا الدعم الكبير لأن في نهاية المطاف هذا الدعم لن يكون لا متناهي سيقف عند حدود معينة خاصة مع قدوم الجمهوريين إلى مجلس النواب باحتمالية تعطيل الكثير من هذه المساعدات الموجهة لأوكرانيا المعطى الثالث وهو أن طول أمد هذه الحرب ليس له نفع على الإطلاق على المستوى الاقتصاد العالمي وسيؤدي إلى مزيد من الكوارث وبالتالي عند نقطة فاصلة معينة يجب للجميع أن يجلس إلى طولة التفاوض وهنا كانت دعاوة كثيرة لأسياسين أمريكيين للإدارة الأمريكية والمناسبة السياسيون كانوا من الديمقراطيين بأنه يجب البحث عن بداية حلول لهذه الأزمة تنهي العمليات العسكرية الروسية بسبب سوء حالة الاقتصاد سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو تأثر الاقتصاد العالمي طاولة التفاوض هذه النقطة التي أنتقل فيها إلى سيد ديمتري بعد ما حصل بقمة جي تونتي قمة العشرين ومفهم بأنها تصريحات ربما تذهب باتجاه التفاوض وبعد هذا الكلام اليوم من ميلي رئيس الأركان الأمريكي وبعد ما يطرح كذلك من مؤشرات سياسية هل فعلا روسيا قد تقبل بالذهاب إلى تفاوض مع الأطراف الأخرى؟ روسيا كان دائما جاهزا للتفاوض عندما كان هناك من عام 2014 أزمة مع أوكرانيا ذهبت روسيا للتفاوض ووقعت مع أوكرانيا اتفاقية منسك والآن روسيا أيضا منفتحة للتفاوض ولكن روسيا تقول بأن أوكرانيا تطلب ما لا تستطيع روسيا أن تفعله وأولا هناك موضوع حيادية أوكرانيا موضوع مقاطعة دنباس وشبه جزيرة القرب حتى الآن لم يتمحل هذه المشاكل حتى الآن أوكرانيا تطلب ما لا تستطيع روسيا أن تفعله وهو أن تسلم شبه جزيرة القرب والأراضي التي تم ضمنها وفق الاستفتاء إلى أوكرانيا وروسيا لن تفعل ذلك لأنه الآن هذه الأراضي هي وفق القانون الروسي ووفق الدستور الروسي هي أراضي روسية وبذلك روسيا تستطيع حماية هذه الأراضي والدفاع عنها وسوف تحافظ على وجود قواتها في هذه الأراضي وأعتقد بأن هذا ما تريده روسيا روسيا تريد من أوكرانيا أن تذهب للتفاوض وفق شروطها وفق الشروط التي كانت تطلبها روسيا منذ بداية ما يسميها الرئيس الروسي فلاديمير بولي العملية العسكرية التي بدأت من شهر فبراير ولذلك بدأت الأزمة في الأساس الأزمة بدأت بسبب عدم ذهاب أوكرانيا أو عدم تفاهم أوكراني للشروط الروسية وكما قلت هي أن تقبل الشروط التي كانت من شهر فبراير وبسببها استمرت العملية العسكرية على الأراضي الأوكرانية بالدقائق الأربع الأخيرة أستاذ إيهاب ماكرون حكى اليوم عن دور وسيط للصين هل هذا هو التوجه أمريكيا على الأقل؟ بعد جي 20 من جديد يعني اللقاء الذي جمع جو بايدن وشي جين بينغ خلال قبيل اجتماعات الجي 20 في الواقع في إندونيسيا كان لقاءا مهما ومثمرا في هذا الإطار حيث اتفق الطرفان على أنه لا يجب أن يكون هناك تصعيد أو دخول في حرب عالمية ثالثة أو استخدام للسلاح النووي فهذا يدل على أن هناك توافق بين موسكو وبكين على رغبتيهما في أن يكون التفاوض هو السماء الغالبة على الحرب الأوكرانية الروسية خلال الأسبوع ربما شهور القليلة القادمة المشكلة الكبيرة التي ستواجه هذه المفاوضات هي الرغبة الأوكرانية في استعادة آخر شبر في الأراضي الأوكرانية التي تقول أوكرانيا أن روسيا احتلتها وتقول روسيا أنها من حقها واستفتاء ضمها إلى أراضيها هذا الموقف الأوكراني من وجهة نظري لن يتغير ولن تتغير معه المعطيات الشيء الذي من الممكن أن يقف هذه الحرب بالخسارة الأوكرانية هو موقف الحزب الجمهوري من المساعدات الكثيرة التي تقدم لأوكرانيا مما ستضطر معه أوكرانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات والاستماع إلى الروس لإنهاء هذه الحرب يعني هذه فرضية جائزة الحدوث سيد ديمتري دور وسيط للصين مقبول وهل هو مطروح الآن روسيا حتى الآن لم نرى أي تصريحات رسمية إذا ملف الصين ولكن روسيا كان دائما منفتحة على أن تكون هناك وساطة بين روسيا وأوكرانيا ورأينا الوساطة التركية التي حاولت أن تقنع الطرفين الجلوس على طاولة الحوار وكانت هناك اتفاقية الحبوب وأعتقد بأن الوساطة يمكن أن تفيد في إيجاد حلول ديبلوماسية للصراع الروسي الأوكراني وأعتقد بأن الوساطة الصينية يمكن أن تلعب دورا مهما في ذلك ولكن هل هي الآن الحل سيد ديمتري نحن ذاهبون إلى وساطة أصلا وإلى مفاوضات بهذه المرحلة لم يعد هناك احتمالات أخرى حتى الآن لا نستطيع أن نقول بأن هناك حل للملف والصراع الروسي الأوكراني كون كل طرف يريد أن يكتسب مكاسبه الطرف الأوكراني يريد أن نسترجع الأراضي التي أخذتها روسيا بعد 24 فبراير وروسيا تريد من أوكرانيا التلزام بالشروط التي طلبتها منذ بداية شهر فبراير وأعتقد بأن كل طرف الآن يمكن أن نذهب للتفاوض ولكن إذا ما قبل الطرف الأوكراني الشروط وذهب للتفاوض بسبب الضغوطات الدولية عليه أعتقد بأن قد نرى نهاية للصراع الروسي الأوكراني إن كانت بوساطة صينية أو تركية أو وساطة دولية نعم